بلدية عين طارق في ولاية غلزان يعيش سكانها ظروفاً معيشية معقدة بسبب قلة المشاريع التنموية ما أثر على وضعهم الاجتماعي والذي تقهقر كلياً وجعل أهالي المنطقة يستغيثون ويحتجون في عدة مناسبات لإيصال انشغالاتهم للسلطة المحلية دوروا في عين طارق دائرة متقهقرة شوف هذه البراءة ما عندهم مش ملعب جوارية نقائص تنموية كثيرة يعدها أهالي المنطقة أثرت بالسلب على نمط معيشتهم وأرهقتهم كثيراً تدخل السلطة اللولائية لأجل تحسين معيشتهم هو مطلب هؤلاء السكان أنا طالب من حقوقنا أنا طالب من السلطة الدخلس تحقيق جو تشوفونا هودو 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 هاكا من جمال في لازن نديكم ندوركم وتشوف كلم ديني السكاني هذو أنتم ما بلغوا بلغوا السلطات ربما السلطات يجهلوا الأرأتانا يجهلوا المساوئتانا اللي راني نعيش فيها أنتم ما بلغوا وبرك الله فيكم وفي انتظار تدخل السلطات الولائية بغلزان تبقى حياة سكان بلدية عين طارق متدهورة وهم بحاجة إلى مشاريع إنمائية مستعجلة لإخراجهم من هذا الوضع الصعب